موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في حصاد الأيام وكل عام وأنتم بألف خير بعد عقود من الأزمات الاقتصادية التي سببها النظام المباد تغيرت البوصل الاقتصادية بعد العام 2003 إذ كانت البلاد في تلك الحقبة بعيدة عن أي رؤية اقتصادية واضحة ما أدخلها في دهاليز مظلمة انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن خاصة مع وجود حصار اقتصادي جعل مستوى الدخل للمواطن هو الأضعف وبعد أن أقر الدستور العراقي حرية الاقتصاد وحرره من القيود التي كانت مفروضة عليه انعكس الأمر على التطور الاقتصادي واتساع المشاريع الاستثمارية والانفتاح الكبير على الشركات العالمية وتحررت رؤوس الأموال التي باتت تجد في العراق أرضا خصبة للعمل فيه أهلا بكم بعد عقودنا من الأزمات الاقتصادية التي عصفت في البلاد عام 2003 إجراءاتنا حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأمر الذي انعكس على التطور الاقتصادي واتساع المشاريع خصوصا هذا العام شهد اهتماما كبيرا بشركات الاستثمار التي أحيل لها عددا من المشاريع في القطاع الإسكانية أو القطاعات الأخرى أهمها مشروع طريق التنمية واحدا من أكبر المشاريع الاستراتيجية الذي يبدأ من ميناء الفاوة وينتهي بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا قفزة اقتصادية نوعية أسهمت في انفتاح الشركات العالمية التي باتت تجد في العراق أرضا خاصبة للعمل يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج النفط الذي بلغ أكثر من أربعة ملايين برميلا يوميا إلى التاسع عالميا بالموارد الطبيعية في باطن الأرض مثل الفوسفات والكبريت وغيرها من المخزونات المهمة مع ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية بفاء الض يقدر 7% ساهمت في تقليل الديون الخارجية للعراق إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي حيث وصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي إلى 95% هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظة في مناخ الاستثمار في العراق اذن من جديد ورحب بحضراتكم مشاهدين الكرام في الملف الأول سيكون معي الخبير الاقتصادي الأستاذ ضياء المحسن مرحبا بحضرتك وكل عام وأنت بخير بسم الله الرحمن الرحيم أصدر الله مساكو كل عام أيد فطر مبارك على الجميع إن شاء الله أو يحفظ العراق وأهلا إن شاء الله إن شاء الله أهلا وسهلا بحضرتك سيديا بداية القفزة التي يحققها العراق ما بعد عام 2003 من الجانب الاقتصادي اليوم قد نشوف نسبة الفرق ما بعد 2003 حتى اللحظة نعم بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية شكرا جزيلا لكريكسال محمد حقيقة الواقع الاقتصادي في العراق اختلف جذريا بعد عام 2003 خاصة مع دخول شركات أجنبية كبيرة وكثيرة في قطاع النفط تحديدا وهذا ما نعكس إيجابا على المدخولات الاقتصاد في العراق تعرفون أنه الصح صحيح أنه إنه إحنا العراق اقتصاد ريعي هذا هذا جانب إيجابي لكنه أيضا قد يكون سلبي في حال في حال أنه عدم الاستثمار هذه المردودات يعني هذه العوائد يجب أن يصار إلى استثمارها نجد أن الحكومات حكومات ما بعد عام 2003 حاولت أن تستثمر هذه العائدات لكنه تعرفون هناك ظروف أدت إلى عرقلة هذه الجهود خاصة مع العمل في 2014 لدخول تنظيمات داعشية الارهابية وخالنا وضع الأمني مربك نعم فصار الآن يعني مع وجود السيد السوداني حكومة السيد السوداني أعتقد هناك فسحة من الحرية للعمل أو حتى التمدد بما يتعلق بالاستثمارات السيد السوداني أطلق وخاصة ما يتعلق تحديدا أطلق مشروع طريق التنمية طريق التنمية إذا أجلنا تحدثنا هذا الطريق أعتقد ممكن أنه يسهم كثيرا وينطي إيجابيات أكثر فيما يتعلق بدخول الشركات الاستثمارية والاستثمار ليس هنا وين هنا ما يرح يستثمر في قطاع النفط بل رح يستثمر عائدات قطاع النفط في مشروعات نريد نبدأ من البداية نخلي نبدأ من دخل الفرد شنو اللي يتغير بدخل الفرد من قبل 2003 وبعد 2003 بالنسبة لي رواتب الموظفين سواء كانوا موظفين أو حتى أصحاب العمال الحر شوفوا هنا شنوه هنا إذا أجلنا دخل الفرد قبل عام 2003 يعني ما نجاوز الدولارات المعدودة دولارين أو ثلاثة نعم هناك مثلا هناك وظائف كانت مثلا مردوداتها عالية خاصة ما يتعلق مثلا بتصنيين عسكري بعض المناصب الدرجات الخاصة هناك في ذاك الوقت هذا خوة ما متاحة هذا قد يشكل نسبة من مجموع الناس اللي يتلقون دخل من الوظيفة الحكومية أيضا فيها المحصورة لي فيها معينة بالضبط اليوم لا اليوم اليوم دخل دخل المواطن يعني بالحد الأدنى 4,000 دولار بالحد الأعلى يجاوز حتى 8,000 دولار فبالتالي أكو 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 سنويا سنويا يعني هذا شيء جيد جيد ليش؟ يعني أنت من دولارين إلى 4,000 دولار يعني فرق هذا شايف شلون؟ ثم لا تنسي هناك عندنا مثلا الرفاه بالنساء للمواطن تغيرت يعني عوائل مثلا ما كانت تمتلك سيارة الآن الآن بيوت تلقى أمام بيوت دورهم سيارتين وثلاثة وغير أشياء كثيرة هذا نوع من الرفاه منه كان سببه كان سببه ارتفاع قيمة الرواتب ارتفاع القدر الشرائية لدى المواطن فبالتالي أخذ المواطن يعني ينمي من حاجاتي حتى حاجاتي حتى حاجاتي أخذت تمدد إلى أشياء أخرى أشياء أخرى كثيرة هذا أيضا سبب من أسباب أنه نعم سادية نعود لي تكملة هذا الملف لكن بعد فاصل قصير أبقى معنا مشاهدين بعد عقودنا من الأزمات الاقتصادية التي عصفت في البلاد عام 2003 إجراءاتنا حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأمر الذي انعكس على التطور الاقتصادي واتساع المشاريع خصوصا هذا العام شهد اهتماما كبيرا بشركات الاستثمار التي أحيل لها عددا من المشاريع في القطاع الإسكانية أو القطاعات الأخرى أهمها مشروع طريق التنمية واحدا من أكبر المشاريع الاستراتيجية الذي يبدأ من ميناء الفاوة وينتهي بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا قفزة اقتصادية نوعية أسهمت في انفتاح الشركات العالمية التي باتت تجد في العراق أرضا خاصبة للعمل يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج النفط الذي بلغ أكثر من أربعة ملايين برميلا يوميا إلى التاسع عالميا بالموارد الطبيعية في باطن الأرض مثل الفوسفاتي والكبريتي وغيرها من المخزونات المهمة مع ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية بفائضة يقدر 7% ساهمت في تقليل الديون الخارجية للعراق إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي حيث وصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي إلى 95% هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظة في مناخ الاستثمار في العراق بعد عقودنا من الأزمات الاقتصادية التي عصفت في البلاد عام 2003 إجراءتنا حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأمر الذي انعكس على التطور الاقتصادي واتساع المشاريع خصوصا هذا العام شهد اهتماما كبيرا بشركات الاستثمار التي أحيل لها عددا من المشاريع في القطاع الإسكانية أو القطاعات الأخرى أهمها مشروع طريق التنمية واحدا من أكبر المشاريع الاستراتيجية الذي يبدأ من ميناء الفاوة وينتهي بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا قفزة اقتصادية نوعية أسهمت في انفتاح الشركات العالمية التي باتت تجد في العراق أرضا خاصبة للعمل يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج النفط الذي بلغ أكثر من أربعة ملايين برميلا يوميا إلى التاسع عالميا بالموارد الطبيعية في باطن الأرض مثل الفوسفاتي والكبريتي وغيرها من المخزونات المهمة مع ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية بفائضة يقدر 7% ساهمت في تقليل الديون الخارجية للعراق إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي حيث وصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي إلى 95% هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظة في مناخ الاستثمار في العراق إذن من جديد مشاهدين الكرام هذه عودة لتكملة الملف الأول لهذه الليلة استضياء النمو الاقتصادي الذي يحقق العراق وهذه القفزة المواطن يتساءل ما الذي ممكن أن يستفيد منه المواطن وكيف ينعكس على فائدة المواطن شوفوا إحنا عندنا النمو وعندنا التلمية النمو بدخلي قد لا ينعكس على التلمية لكن التلمية قد تنعكس بضرورة تنعكس عليها على المواطن ليش؟ يعني التلمية أنت راح تتفرأ تتعدد تتعدد أبواب المشاريع التي أنت تنشيها كدولة يعني الآن إحنا السيد السوداني من أطلق طريق التنمية هو يحاول يستثمر علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم نعم في جلب الاستثمارات الأجنبية حتى تستثمر في عدد كبير من المشاريع وبالتالي كل استثمار ينعكس لخدمة المواطن لخدمة المواطن شعب شون؟ وهذا معلومة طريق التنمية قد يفكر البعض أنه ما هي فاعدتها بالمستقبل نعم نحن الآن نتمنى نأمل أنه من طريق التنمية يسد على الأقل 60% من احتياجات السوق المحلية التي نستوردها خارج نعم وهذا رح ينعكس إجابا عليماً ينعكس على على أسعار السلع والخدمات اللي اللي كنا نستوردها مثلاً يعني أنا من أجل استورة السلع معينة من 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 الصين مثلاً نعم تكلفتها سنقول 10 دولار وهي واصل المستهلك لكن من أن تجهنانة داخل العراق رح تكون تكلفتها جيد ممكن تكون أربعة أو ثلاثة دولار فبالتالي هذا نعكس عليماً نعكس حتى على القدرة الشرائية المواطن اللي هو مثلاً بدل ما يصرف 10 دولار رح يصرف أربعة دولار الستة دولار ممكن يوفرها ممكن يدخرها ممكن يستثمرها في غير مجال حتى هذي الدول ممكن توفر المواد الأولية والأساسية على طريقة تنميل يعني تعوض موضوع النقل وممكن هواي يختصر هذا واحد لا تنسى أنت إحنا عدنا عمالة عدنا عمالة أيضاً هذه العمالة يعني غير مستثمرة غير مستثمرة طاقاتها فبالتالي أنا من تجي شركات أجنبية وأجي أفرض عليها شروط أنه يجب أن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن خمسين بالمئة من عمالتها في هذه المشاريع تدريبهم شوف يعني إش راح يصير راح يصير عندي عمالة أنا أولاً تخلص من البطالة الموجودة أيضاً دربت هذه العمالة فبالتالي من الممكن أنه استفاد معتها في مشاريع أخرى قد لا تدخل ضمن مشروع الطريق التنمية بل تدخل في مشاريع أخرى ثم عدنا مثلاً قانون الاستثمار المعدني وهذا أيضاً قانون لا يزال في أربقة مجلس النواب أعتقد قراءة ثائية يفترض أن تكون هناك قراءة ثانية لهذا المشروع القانون حفواً حتى ينطلق ليش؟ لأنه إحنا عدنا طاقات معدنية ثروات معدنية غير مستثمرة هذا إذا قيض له وشرع القانون راح تشوف أنت العوائد المالية من هذا الاستثمار المعدني قد تفوق بأرقام كثيرة ما تجنيه الدولة من القطاع الاستخراجي ليش؟ لأنه إحنا عدنا ثروات تدخل في صناعات عديدة من الممكن أنه إحنا إذا استثمارناها بصورة صحيحة يكون الدقل يعني الناتج الإجمالي المحلي يفوق الرقم بأضعاف مضاعفها لحد اللحظة بهذا الاستقرار الاقتصادي اللي وصلنا إلى اليوم ماذا غير النفط ممكن أن يدعم الموازنة ويدعم تطور اقتصادي البلد؟ شوف يعني خلقوا لك قاني بصراحة يعني صار اليوم أكتب في موضوعة أنه إصلاح إصلاح النظام الاقتصادي هناك عدد من الأمور اللي إحنا بنعمل أنه تقدم يعني نصيحة لسيد رئيسي وزراء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي يعني أول شي تبدأ به تبدأ بإصلاح القطاع المصرفي أول شي تبدأ به ليش؟ لأنه القطاع القطاع المصرفي الشريك أساسي هو ما يملك المال يملك رأس المال وهذا ضروري جداً بالإستثمار لكن شنوه؟ يعني المواطن لا تزال لديه يعني لديه نوع من عدم اليقين بالقطاع المصرفي هذا النين وشون نسوي بزيد اليقين؟ أعتقد واحداً من زيادة معدلات الفائدة نعم زيادة معدلات الفائدة بالنسبة للإدخار راح يشعر المواطن أنه من الممكن أن تكون عنده هناك إضافة إضافة نوع إيمال دين وعليك بلات السلب هذا واحد اثنين وش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى تقليل تقليل الاستهلاك بالنسبة للمواطن ليش؟ يعني أنا راح مثلاً أنا إذا راح أدخل فد عشر مليون دينار بالمصرف العائد مالته بدلاً ما يكون أربعمائة ألف راح يكون مثلاً مليون من أربعة بالمئة وثالث سير راح أدخل إلى عشر بالمئة نعم شاهد ما شون؟ فالش راح يقلل راح يقلل راح يقلل من الاستهلاك واحد اثنين أيضاً الأموال المدخرة بالبيوت اللي هي تجاه بحدود الثمانين بالمئة من العملة المصدرة هذا أيضاً راح راح المعدات الفائدة العالية راح تسحب الأموال المدخرة راح تنطي تنطي ديناميكية اللي يظهر مصرفي أن يشتغل ليش؟ يعني زادت الأموال الموجودة بالمصارف راح تنطي ينطون تنفتح على القروض على المشاريع الاستثمارية بوجود الأموال الموجودة ثلاثة معدات التضخم راح تنخفهم يعني معدات التضخم أحنا عدنا عدنا مؤشرين مؤشر صندوق النقد الدولي اللي يتحدث عن معدات التضخم تقترب 7% لكن وزارة التضخم تقول معدات تضخم 4% فبين هذا الرقمين يعني من 4% على 7% معدات التضخم راح تنخفض بنسبة معينة ليش؟ لأنه أنت سحبت النقد المواطن قلل الاستلاك أكو مشاريع تشتغل هذا واحدة من الأمور اللي هي لكن أيضا هناك عقبة قد تقف في هذا الموضوع وهي موضوعة الفساد موضوعة الفساد يعني بالاقتصاد العراقي أو بعموم الدول العراقية حقيقة أصبحت مو يعني مو صار أصبحت ظاهرة لا أصبحت أسلوب حياة هناك كثير من الشخص يعني يستملي موضوعة الفساد إذا ما يأخذ رشوة إذا ما يعني كثير من الأمور جيد استاذياء اليوم احنا حققنا قفزة بمجرد اعتماد العراق اقتصاديا على النفط وهذا الأمر واضح زين ماذا لو استثمر العراق وارداته الأخرى وبقية الأمور اللي ممكن يدعزز موازنته بها كيف يصبح الحال يعني شوف احنا نتحدث عن طريق تنمية ميناء الفاول منافذ الحدودية كثير من الأمور استثمار الغاز المصاحل احنا هذه الأمور لا نجد نقسم القطاعات يعني نجد نقسم القطاعات الاقتصادية عندنا القطاع الاستخراجي عندنا القطاع الزراعي عندنا القطاع الصناعي عندنا القطاع السياحة عندنا القطاع الخدمات التحويلية هذه كلها وقدنا الصناعات التحويلية هذه كلها قطاعات مجتمعة يتكون معنات ناتج المحل الإجمالي لكن تعال نتحدث نسبة مزاهمة القطاع الزراعي بالناتج المحل الإجمالي وكلها قطاعات فاعلة وحيوية إذا نتحدث عن الزراعة فالعراق لديه أراضي خصيبات وعدولات بالنسبة للسياحة قاطعك بالنسبة للسياحة والزيارات الدينية آلاف مؤلفة تدخل سنة نحن نزاجين على القطاع الزراعي مجموعة الأراضي الزراعية في عموم العراق 175 مليون دونم 175 مليون دونم بعضها مثلا لا تصلح الزراع بعضها مثلا أصبح تحول من زراعي إلى سكني بعضها أيضا باقي زراعي لكنه غير مستثمر بعضها زراعي لكنه مستثمر فعموم عموما إحنا عده أربعين مليون دونم زراعي مستثمر ما بين مستثمر وغير مستثمر 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 مساهمة القطاع الزراعي حسنا حاليا مساهمة القطاع الزراعي ما تتجاوز 2% بينما 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 مساهمة مساهمة القطاع الزراعي بسحب اليد العاملة أكبر من عده بالقطاع الاستخراجي شعب شنون مع أنه الآن القطاع الاستخراجي مساهمته بالناتج المحل الجناني الجمالي بحدود أكثر من 80% 89% فالبالتالي نحتاج إلى تنشيط القطاع الزراعي لكي يكون فاعل بالفترة اللاحقة شنون يمنع من تنشيطه اليوم تتقولين سبتكين بالمية وإحنا عدنا أرافز هالحال الزراع البعض البعض يتعكز البعض يتعكز على أنه والله الشي اسمه إيران وتركيا قاطعة عننا المياه البعض يتعكز بأنه خصوصا يعني اللي مستفادين البعض يتعكز يقول لك الدولة ما تنطين أو ما تدعم المزارعين وهذا حقيقة حقيقة حكز له حقائقها لا هذا حقيقة ما يتعلق مثلا بعدم دعم الفلاحين حقيقة لكنه شن المشكلة هنا أكو مشكلة بيه المشكلة تتعلق مثلا أكو أعراضي زراعية مستثمرة من 20-30 سنة أو أكثر حتى من 60 سنة هذا يعني كان بسم جدة وهي بقت بسم جدة الآن تعترف ورثه هذا أو ورثه يعني ورثه بحكم الأمر الواقع نعم زين يابا تعالوا عدل العقود يقول لك هو عقد بسم 1 صارت 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 الشطار بيه الموضوع عدل العقود ما يقبل استاذ يعني مشكلة المزارع اليوم مو موضوعة عقود اليوم يقول لك أنا أزرع وأتعب وأحصد إذا نزل السوق بألف يجي جاهز بعم هذا موضوع آخر شوف أنت ليش أركز على هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع مهم جدا خاصة مع توجه الحكومة بما يتعلق بالتقنيات الزرائية الحديثة يعني ليش أركز على الموضوع أنا أعرف جنابك أنتو أنت توصل بس عني أركز على هذا الموضوع ليش لأن العقود الزرائية بسم شخص واحد في حين مثلا إذا أريد أروح أروح مثلا للشركات اللي هي تستورد تستورد التقناة الحديثة معدات الريف الرش والتنقيط وكذا هذي كل المعدات طالبني بعقد مجدد لسنة 24 هذا عقد المجدد أنا ما عدي عقد مجدد أنا عدي عقد بسم جدي شعب شنون لازم من أجدد لأخلي تنازلون من يتنازل عن العقد العقد بسم الآخر هذه مشكلة فهي بالتالي الحكومة تحتاج شنو تحتاج إلى إلى نوع من التروية أو من نوع من المعادلة حتى ترضي جميع الأطراف ترضي المزارع وترضي الشركات وترضي نفسها أسأل ترضي نفسها شنو أنا شخص ترضي نفسها هذه بالنسبة لبعض المشاكل لكن إذا نتحدث عن الإيجابيات بمجال آخر اليوم نلاحظ موضوع الاستثمار والرغبة لدى الدول الأخرى بالاستثمار داخل العراق كبيرة جدا ومشاريع كثيرة فتحات في بغداد هذه كيف تنعكس إيجابياتها شنو يعني خلا أقول لك إحنا يعني بداية الناس يعني تصاعد متعطش إلى رأس سلمان الرأس سلمان الأجنبي والخبرات الأجنبية ليش؟ لأنه هنا أقفجوة بيننا وبين العالم بحدود أكثر من أربعين سنة هذه الأربعين سنة يعني خلتنا في وضع أنه لا يحسد عليه بالتالي أنا لما أشوف شركات تدخل مثلا في جميع المجالات نعم هذا شيء يثجر صدر حقيقة ليش؟ لأنني راح أتعلم من عدهم أقدر مثلا أستفاد من عدهم فيما يتعلق بإدخال التقنيات الحديثة أيضا استفاد من عدهم في مجال مثلا تدريب العاملين هذا كله بفائتي لكن لكن أيضا هناك يجب أن تكون هناك تحديد الأولويات نعم يعني الأولويات الشنوة الآن أولويات السكن أولويات السكن وتنشيط القطاعات الاقتصادية الحقيقية إحنا عدنا يعني إذا أروح للقطاع الصناعي عدي عدي مصانع شبه متوقف عن العمل صح بسبب بسبب شنو بسبب عدم رغبة الآخرين بسبب عدم رغبتهم في أنه ينجح الاقتصاد العراقي وخصصا القطاع الصناعي وهذه واحد أيضا عدم رغبة الآخرين في أنه عدم نهض بالقطاع الزراعي جي بالنسبة لأزمة السكن حتى ناقشها واحدة واحدة بالنسبة لأزمة السكن بناء المجمعات سواء كانت مثلا الأهلية أو المجمعات الحكومية التي يوجه رئيس الوزراء بإنشاءها مثل المجمع الكبير جواهر يعتقد في مدينة الصدر نعم وغير من هذه المجمعات أيضا توجه الحكومة بالإضافة إلى توزيع قطة على أراضي للموظفين والمتاسبين هذا ممكن يحل أزمة السكن بالتالي أو حتى يحل جزء كبير منها خليه أقول لك يعني في بالي فكرة عسى ولعل أنه سيد رئيس الوزراء يعني يستعمل للبرنامج ما أعرف هسنا ومستشاري يسمعوني برنامج يعني إحنا لدينا مشكلة حقيقة فيما يتعلق بالقطاع السكن الآن السكن كلها شرق الفرات كلها شرق الفرات يعني إذا تيجي تحسين أنت شرق الفرات في عموم العراق هذه كل المناطق كلها مأهولة بالسكان إنما غرب الفرات ما تجي السكان أصبحت منطقة صحراوية نعم طيب هذا الآن إذا نقلت هذا السكن من شرق الفرات إلى غربة ما راح يستفاد البلد يعني أنا على الأقل أريد مثلا أنفس عن المواطن أنفس عن المواطن أنطيق ريحية يعيش يعيش مثلا مرتاح عنده عنده مساحة يقدر يزرع يزرع بها حديقة نعم أو لا أطفال إذا عبوا مجال في منطقة مناطق غرب الفرات من الممكن مناطق واسعة أقدر أقدر أستثمرها نعم ومثلا أنقل بها أنقل بها الناس يستكنون في هذه المناطق لكنيش تحتاج تحتاج إلى بناء إلى بناء تحتية وهذا أيضا راح يرجعنا وين يرجعنا إلى موضوع طريق التنمية ومتعلقاته لأنه هذا الطريق حقيقة هذا الطريق أنا سبق وانتحدثت إذن بالتالي الخطوات تم وضعها لمعالجة آه آه أنا سبق وتحدثت أعتقد مع أحد قادة الحجد فيما يتعلق به طريق رقم سبعة أنا كنت كاتب به طريق رقم سبعة اللي هو أعتقد مشابه لطريق التنمية أنه طريق يبدأ يمر بسبع محافظات من الممكن أن يستوعب أربعة ونصف مليون مواطن جيد العراق كان مكبل بالديون الخارجية الحمد لله اليوم العراق يعني استطاع وخاصة في هذه الأيام الأخيرة أنه استطاع أن يخفض نسبة الديون الخارجية إلى النصف ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة شوفوا هناك تجاوب كبير من بعض الدول كثير من الدول حقيقة فيما يتعلق بالديون لأنه تعرفون أنه هذه الديون غالبها هي ديون بغيظة كان نظام صدام أنه يستغلها في استيراد الأسلحة والحروب التي طفت العالم الآن البعض يعني هي صح ديون تحولت من مكان إلى آخر بالمناسبة هي يعني مو تم الغاهب الكامل فقط أنه تحولت إلى مشاريع استثمارية داخل البلد يعني هذا الموضوع يعني البلدان استثمرت هذه الديون داخل العراق وشغلت مشاريع كثيرة بهذا المجد عدنا عدد من الديون الديون البغيظة أعتقد في حدود 40 مليار دولار وهذه متوقفة على مدى جدية علاقات العراق مع هذه الدول خاصة مع دول الخيزة المملكة العربية السعودية الإمارات يعني بعض الدول الدول الأجنبية الإسلامية حقيقة أيضا ما يتعلق بالديون بالديون الداخلي دين داخلي بحدود تقريبا 59 مليار دولار وهذا من الممكن أنه إذا تنشطت القطاعات الاقتصادية من الممكن أنه أنت تسدد هذه الديون تقدر المصارف تدخل كشريك في مشاريع استثمارية أيضا ممكن أنه يعني تخفض من قيمة الديون قيم الديون ليس كل دين هو يعني شي سلبي ليس كل دين شي سلبي واضح استاذياء الوقت المخصص للملف الأول انتهى الخبير الاقتصادي استاذياء المحسن أشكرك جزيلا الله أحفظ شكرا لكم إذن مشاهدين نختتم ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة X حول الوضع الاقتصادي الحالي والوضع الاقتصادي ما قبل العام 2003 شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعاني العراق من سنوات خفاض محول أمية في البلاد شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر إذن حوار ملفنا الثاني شكرا لها بالموضوع بالتسعة وسبعين وأعلن أنه خالي من نسبة الأمية نعم بسم الله الرحمن الرحيم أكيد هي الأمية موضوع خطير وإلى تأثير سلبي على المجتمع الأمية بسبب الأوضاع أي بلد يمر بأوضاع غير طبيعية يعني بسبب الحروب بسبب الحالة الاقتصادية فتنتشر هذه الظاهرة فالعراق عدة تجارب سابقة يعني استطاع في مرحلة من المرحلة أن يخلص يعني من هذه المشكلة بس كانت يعني الزامية كان الحملات السابقة الزامية يعني وفق تعليمات وضابط الزامية فاستطاع في فترة من فترات أن يخلص من هذه المشكلة لكن عادت بسبب التسعينات سبب الحصار والحروب والحالة الاقتصادية اللي مر بيها المجتمع عادت الأمية من جديد تتفشأ وبدأت تزايد يعني نسبة الأمية في العراق بعد 2003 في أي سنة تحديداً بدأ الصعود التدريجي؟ نقدر نقول يعني بدأ الكيرب صعود الأمية يعني بالتسعينات يعني يعني نقول بعد يعني بعد الواحد التسعين بعد الحصار يعني فترة الحصار وبسبب الظروف يعني كلها تعرفها الظروف صعبة والظروف الاقتصادية والحروب أي بلد يمر بهذه الحروب يأثر سلبي على المجتمع وعلى يعني ظروف المجتمع بعد 2003 انتبهت الجهات المختصة والحكومة ووزارة التربية إلى هذه المشكلة وأني أحب صحيح معلومة بالنسبة لقانون محول أمية قانون محول أمية صدر رقم 23 لسنة 2011 يعني مو بحسب التقليل نعم بلواحد وعشرين صدر بالـ 2011 قانون محول أمية رقم 23 لسنة 2011 وبدأ انطلقت يعني انطلق التدريس في مراكز محول أمية في 16-2012 بدأ التدريس الفعلي وانطلقت الحملة ومع انطلاق الحملة كانت هناك حوافز مادية للدارسين ولمحاضرين ولمدراء المراكز بس هذه الحوافز مستفلت لدفعة ودفعتين وبسبب التقشف والاجراءات التي صارت في هذا المجال هو التجربة في السابق كانت إجبارية كانت إلزامية هذا القانون ترغيب وليس إلزامي يعني اللي يرغى بيكمل دراسة إحنا لدينا يعني برامج متنوعة لمعالجة يعني وزارة التربية تحاول تعالج مشكلة التسرب والأمية في برامج عديدة برأيك ينجح هذا الأمر الآن ممكن أن الحكومة تتوجه إلى إلزام غير المتعلمين هو التعليم الإلزامي موجود بالقانون كتعليم الإلزامي موجود قانون ثابت بوزارة التربية التعليم الإلزامي لكن إحنا نتكلم عن الأميين وشون أن تلزم أنه يتحقونها يعني هاي شوية تحتاج إلى فيها صعوبة لكن إحنا هو كالعائلة العراقية بشكل عام هي حريصة عن يعني تتوجه أبنائها للمدارس يعني إحنا عدنا سنوياً التحاق أعداد كبيرة بالنسبة لصف الأول الابتدائي هناك لجان وهناك يعني إحصائيات سنوية صيب هذه يعني الانطلاق في عام 2012 إحنا نحاول اليوم نطيكم فد أرقام في سبيل أنه يعني المجتمع يستفاد من عدهم إحنا المستفيدين لحد الآن من برامجنا المتنوعة واستهدفناهم من 2012 ولحد الآن صار أكثر من مليونين ومتين وخمسين ألف دارس ودارسة مستفادين من برامج محوظة عمية حالياً إحنا بالدفعة 12 خرجنا 11 دفعة مراكزنا منتشرة في عموم العراق هيكليتنا هي هيئة علية لمحو الأمية تشكلت هذه الهيئة فيها جميع الوزارات ممثلين من جميع الوزارات يعني الوزارات المدنية وكذلك الوزارات أستاذ مؤيد أكوة قبال على هذه المدارس أي المحافظات تشهد نسبة ارتفاع لمحو الأمية هل تعانون من نقص في الكوادر التدريسية التعليمية هل تعانون من نقص الأبنية وغيرها نعم إحنا بالنسبة من طلقة الدراسة التحقت في 2012 يعني أول دفعة رقم واحد التحق أكثر من أكثر من 500 ألف دارس التحق بالمراكز التي انتشرت في عموم العراق فتحنا أكثر من 6 ألاف مركز في بغداد المحافظات في كل محافظة عندنا قسم محو الأمية في المديرية العامة للتربية وهذا القسم عنده شعب في الأقضية والنواحي يعني إحنا أيما يكون الأمي في أي منطقة بعيدة لدينا يعني مراكز محو الأمية إقبال كان كبير نسبة جيدة إيه وكانت يعني أقلت لك هاي الحوافز بعدين إحنا سوينا حوافز بديلة إحنا حاليا يعني نعمل ببرامج عديدة من ضمنها الدراسة في مراكز محو الأمية هي أساس وتكميل 7 أشهر في 7 أشهر نعم اللي ينجح يحصل على الشهادة نمنح شهادة محو الأمية هو معادلة للصف الرابع الابتدائي وأيضا نفتح لخامس إذا يرغبوا سادس أيضا في مراكز محو الأمية يكمل دراسته وخرجنا أعداد كبيرة يعني إحنا حتنا حتى في المحافظات الشمالية نعم عندنا موثريات للتربية عندنا وحدات لمحو الأمية وفتحنا مراكز للنازحين حتى بعد أحداث 2014 اللي حتت في الأحداث الأمنية في المحافظات بسبب الإرهاب إحنا فتحنا لهم مراكز في أماكن نزوح زين اليوم ممكن الآن الشارع يسأل في التساؤل إنه إذا شاب مثلا بعمر 12 14 15 سنة ما مسجل بالمدرسة شخص أمي يستطيع يكمل دراسته بأي طريقة شون يريد ممكن أقلها يحصل على شهادة مثلا سادس ابتدائي ثالث متوسط ممكن يشتغل بيها يتعين بيها نعم إحنا عندنا برامج عديدة متنوعة يعني الجهاز التنفيذي المحول الأمية هو جهاز جهاز لوجستي أخذ على عاتقة كافة الأمور اللوجستية والبرامج اللي يعمل عليها من ضمن هذه البرامج البرامج جئت لك الأساس والتكميل المحول الأمية أيضا عندنا برامج أنصاف المتعلمين هذا البرنامج هو اللي يعرف القراءة والكتابة لأننا بالقانون الأمي هو اللي ما يعرف القراءة والكتابة ونستهدف أعمار من 15 سنة صعودا لهذا بقانون المحول الأمية فأنصاف المتعلمين هاي تجرى امتحانات شهرية في عموم المحافظات بقسام محول الأمية يتقدمون سواء مواطنين عاديين أو منتسبين إذا يعرف القراءة والكتابة بس ما عنده شهادة بسبب ظرف أي ظرف من الظروف يمتحن بالمواد نفسها اللي تدرس في مراكز محلمية ثلاث مواد القراءة والثقافة والحساب وإذا اشتازي الامتحان وفق تعليمات وضوابط وليجان رأسا يعني نعطيشها هذا معادلة للصف الرابع الابتدائي ونعيدها إلى سكة التعليم بيمو هذا عمره ما يتناسب يقول له كان يروح مدرسة مثلا أعمارهم تكون بالضبط فإحنا عالجناه في هذا البرنامج البرنامج اللي آخ إحنا هسا حاليا عندنا مدارس التعليم المسرع اللي هاي من ضمن مظلة الجهاز التنفيذي لمحول الأمية فهذه المدارس وزارة التربية عملت دعم لهذه المدارس ووفق القانون طبعا والتعليمات هذه المدارس تستهدف أعمار نستهدفهم من عمر 12 إلى 18 سنة اللي تسربوا من الدراسة يعني كانوا في الثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي تسربوا من الدراسة ووصل لها عمر ما يسمح لأنه بعد يبقى مثل يقدر هذا بسبب ظروف العمل بسبب ظروف الحالة المعيشية فإحنا هذه المدارس نستقبلهم المراحل تختصر في ثلاث مستويات يعني بدل ما تكون الابتدائية سس سنوات راح تكون بثلاث سنوات يعني صف الأول والثاني مستوى الثالث والرابع مستوى والخامس والسادس مستوى خل نبسطها للمشاهد اليوم شخص واصل للثالث ابتدائي وتارق الدراسة نعم يجي مثلا سنة واحدة أو سنتين يقدر يكمل متوسطها هذا كان في الثالث ابتدائي طبعا راح نختبره أكل جان مختصة تختبره شوف مستوى مستوى تعليمي واستقباله للمادة راح يصير يعني هو بالمستوى الثاني اللي هو الثالث والرابع زين ويبقى لمستوى الخامس والسادس ويمتحم بكالوريا أسوة وطبعا عدنا أعداد كبيرة تخرجت عدنا أكثر من 465 مدرسة يعني سنتين يقدر يحمر للمتوسطة بضبط احنا بالنسبة أنه هو ثلاث مستويات زين مثل هو بالأول ابتدائي أو بالثاني تارك يجي يجرى الاختبار يدخل بالمستوى الأول اللي هو يعتبر صف الأول والثاني بمستوى بضبط فهو بثلاث سنوات راح يخلص بدل ست سنوات بدل ست سنوات بالنسبة للمتوسطة ها هو راح يأخذ شهادة السادس الابتدائي يمتحم بكالوريا يحصل على شهادة السادس الابتدائي وزارة التربية وموافقات يعني هم استثناء من شرط العمر راح يروح دراسة مسائية يكمل مسائي وبعدين يمتحن ثالث متوسط خارجي عدنا تجارب وعدنا يعني حالات يعني نجاح وصلوا إلى مراحل متقدمة إذا التسريع فقط في المرحلة الابتدائية هو أي هو المسرع المسرع هو اختصار لبدل ست سنوات يصير بثلاث سنوات زين من عمر 12 أو 15 إلى أي مرحلة من 12 إلى 18 إلى 18 سنة يعني قانون المحول الأمية من 15 سنة فما فوق هذا لا محدد من 12 سنة إلى 18 سنة باعتبار هذه الفئات العمرية بالإمكان أنه شون يعني يقدر يواصل دراسته يعني شون معالجة معالجة سريعة إلى وزارة تربيع خلينا نحن معالجات لكل حالة حقيقة هذا من ضمن البرامج البرامج الأخرى عندنا توجيه دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني بخصوص معالجة المنتسبين الأمميين في جميع الوزارات نعم نحن هذا البرامج سابقا عامل هذا مهم جدا مهم جدا عاملين في 2016 لأن من أجل تطوير مهارات هذه الفئات في الوزارات عملنا بهذا البرامج وجهنا كتب لجميع الوزارات حاليا يعني الإحصائيات اللي وصلت عندنا تقريبا إحنا إذن نستهدف ونعالج أكثر من 21 ألف يعني من المنتسبين الأمميين يعني بالدرجات اللي موجودة يعني سواء كانت يعني درجات شون نقول الدرجات اللي هي مستوى مثل الدرجة العاشرة يعني العناوين الوظيفية مثل نعم في فترة من الفترات أو تعيين في فترة من الفترات بسبب الظروف يعني ما عدهم شهادة أو هو مثل واضح ضعف عدة صار بالتعليم فإحنا عالجنا هذا الموضوع فتحنا مراكز في عموم الوزارات وحاليا مستمرين بالتنسيق مع كافة الوزارات أنه شلون نحاول أن نعالج هذه الأعداد وخرجنا أعداد كبيرة سواء صار مويد الأعداد اللي تتحدث عنها أعداد كبيرة وكثيرة بالنسبة كان للمنتسبين أو حتى المواطنين لكن اليوم عدكم مراكز تتناسب مع حجم نسبة الأميين في العراق اليوم مثلا رجل مستوى الاقتصادي متوسط يقوله كان إذا المركز يحتاج يوميا روح بألفين ثلاثة ألاف وارجع بألفين ثلاثة ألاف بعيد علي ما ريتها علي من لا إحنا نحاول يعني شون التعبير المجازي أنه إحنا نلاحق الأمي أينما يكون زين نحط المعالجات أي الدارس أو الدارسة إحنا نوفر لكافة المسترزمات لو سأوله مركز قريب عليه هو هو إحنا عدنا مراكز منتشرة في أموم المحافظة زين يعني في المدن في المناطق يعني إحنا مستغلين أبنية التعليم العام وزارة التربية هاي المدارس إحنا دوامنا يكون أستاذ إحنا دوامنا مراكز معلومية يكون في أيام العطل الجمعة والسبت دوام المراكز الجمعة والسبت في سبيل نحصل يعني عن مدن البنايات المدرسية وعدنا برنامج يعني اللي أيضا نعمل عليه هو مراكز التعلم المجتمعي وتعليم مهارات الحياة هذه المراكز عندنا تقريبا أكثر من تسعين مركز فيها ورش متنوعة موجودة في بغداد وفي المحافظات عندنا في بغداد مثل في الرصافة الأولى في منطقة الشعب هذه المراكز متخصصة لمحوى أمية الدارسات يعني أكثر شيء للعنصر النسوي نمحي أمية الدارسات وفق البرنامج هذا الملف يعني يحتاج لأكثر من الحلقة لسواء الحاضر يعني من الوقت داهم نعتذر من جنابك الناطق الرسمي باسمه جهاز التنفيذي لمحوى الأمية الأستاذ مؤيد الخطير شكرا جزيلا لهذه المتابعة المعلومات شكرا لجنابك إذن مشاهدين ختام الحصاد بموجز الأخبار رئيس الوزراء محمد الشعاع السوداني يستقبل غبطة البطريير كامر لويس رفايل ساكو ويؤكد حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع النظير هي التونسي قي السعيد رغبة العراق بالارتقاء بالعلاقات وزارة العدل تعلن بأن عمليات نقل وتصنيف النزلاء في السجون ستكون حسب نوع الجريمة أمانة بغداد تعلن الشرع بخطتها الخاصة بتأثيث وتخطيط الشوارع وزير الداخلية يزور احدى السيطرات الامنية في كاركوك ويؤكد اهمية تقديم من افضل للمواطنين مشاهدنا حصاد هذه الليلة انتهى شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة